المستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين في ستحت سنة الفين واربعة وكان ليهم هدف واحد انها تكون اكبر مركز لعلاج سرطان الاطفال في العالم وحاليا المستشفى شغال فيها تلتمية تسعة وسبعين طبيب وسبعمية ستة وعشرين ممرض وممرضة ومية اربعة وتمانين صيدالي في وظائف مختلفة وتمانية وسبعين باحث علمي وفي عام الفين واحد وعشرين المستشفى قدرت توفر اكتر من اتنين مليون ومتين وخمسين الف جرعة علاج مختلفة زي الكيماوي وعمل اكتر من عشرين الف جلسة علاج بالاشعة واكتر من ستلاف عملية جراحية وتقريبا المستشفى بتستقبل تلات تلاف طفل كل سنة في سنة الفين وعشرين وصلت نسبة الشفاء لواحد وسبعين في المية بس للأسف من كام يوم اعلنت المستشفى ان في مشكلة ممكن تتسبب ان المستشفى تتقفل خلال ستة شهور وهي قلة التبرعات ما انا نسيت اقول لك ان المستشفى بتعالج الاطفال كل ده بالمجاه وللعلم انت تقدر تساعد في حال المشكلة دي عن طريق التبرع باي مبلغ تقدر عليه وطرق التبرع كتير من خلال الموقع المستشفى الموجود في وصف الفيديو او من قسم التبرعات في اي تطبيق زي فودافون كاش او اورنج كاش او حتى من اي مكان اتفوري او من خلال تطبيق سبعة وخمسين تلات سبعة وخمسين الموجود على جوجل بلاي والاب ستور او عن طريق انك تبعت رسالة على رقم سبعة وخمسين تلات سبعة وخمسين بخمسة جنيه وفيه طرق تانية موجودة الوقت على الشاشة اختر الاسهل منهم وساعد المستشفى سبعة وخمسين تلات سبعة وخمسين انها تنقذ حياة الاطفال من السرطان اشتركوا في القناة